السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك ان انت تنجزي كل المهام اللي بتبقى موجودة عندك في البيت سواء لو انت عايزة تنظفي سجاد او تملي حاجة مية باستخدام الخرطوم ده تقدر ان انت تنجزي كل الحاجات دي بكل سهولة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الفرشة دي وهي بتحتوي على كده كتعة وكده اداة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي انت بتنظفيها دايما في المطبخ عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدولاب بعد كده هنشوف عندنا القطعة اللي تعتبر غطى او بخاخ تقدر ان انت تستخدمي من خلالها الزيوت او السوسات اللي بتبقى عندك بطريقة سهلة جدا وهنا بقى عندنا القطعة او الحامل اللي تقدر ان انت تثبتيه على الجدارة عندك بكل سهولة وتنظمي بيه الشماعات او المشابك او تقدر ان انت تنظمي بيه المناديل الرول او الفوت او اي حاجة تانية انت عاوزاها يعني هو بيكون لي كذا طريقة في الاستخدام بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدنا اننا نقطع الخضور بشكل متساوي وتقدر ان انت تعملي من خلالها مختلف انواع استلاطات بكل سهولة زي ما هو ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من فرش التنظيف اللي تقدر ان انت تنظفي من خلالها كرسي الحمام بكل سهولة وتقدر ان انت تنظفي بيها كل الزدوية اللي بتبقى موجودة بيه وغير كده الفرش دي بيجي معاها منظم خاص بيها تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا رف تنظيم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه التوابل او السوسات او مختلف لوازم وادوات المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك هنا بقى عندنا القطع السيليكون اللي تقدر ان انت تثبتيه عندك على طرف الحوض واللي بدورها بتساعدك ان المية ما تنزلش عندك على الارض والنهدومك تفضل نشفة من غير ما ييجي عليها اي مية وانت بتغسلي الموعين بعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مرينة جدا وبتساعدك تفصلي الاصعب الاماكن وتنظفيها بكل سهولة مجموعة هيلة جدا ومتميزة من الادوات المنزلية الحديثة اللي بتساعدنا في شغل البيت واللي ما فيش اي ست بيت تقدر ان هي تستغنى عنها وتقدر ان انت تخصلي على كل الادوات دي بكل سهولة وبكذا طريقة معتمدة هيتم شرحها في نهاية الفيديو ده ولو عندك اي استفسار عن اي منتج معانا في الفيديو ده بتقدر ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ولو انت اول مرة بتشوفي قناتي وبتتابع فيديوهاتي اتمنى انك تدعميني وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك ولو عاوزة يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة فعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على باقي الادوات والمنتجات اللي معانا في الفيديو ده ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحود عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها المواعين او الخضار او الفكهة بعد كده عندنا القطعة اللي تقدر ان انت تثبتيها على قرورة المية عندك وهي بتساعدك انك تستخدمي المية من القرورة بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الروبيت الزكي وهو عبارة عن مكنسة كهربائية زكية بتساعدك ان هي تنظف لك كل الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة وغير كده ان هي تقدر تشيل وتنظف كل الاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك على الارضيات وتقدر ان انت تتحكمي فيها من خلال الموبايل بتاعك زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف مميزة وهي عبارة عن ممسحة تقدر ان انت تثبتي عليها اي فوتة موجودة عندك وبعد كده تقدر من خلالها ان انت تنظفي مختلف الاسطح والارضيات اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا الكاتل ده وهو بيبقى على شكل ابريقي الشاي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها المكارونة او الرزد او مختلف انواع البوكاليات وطريقة استخدامها سهلة جدا وطبعا تقدر ان انت تثبتيها على رخامة المطبخ او فضلاب المطبخ بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيها على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظمي فيه ستة انواع من التوابل اللي تستخدميها وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للتوابل وهو بيجي عبارة عن اربع ادراك تقدر ان انت تنظمي فيه اربع انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة بعد كده هنشوف عندنا ادى لصنع الزلابية او السنبوسة او مختلف انواع الفطائر طريقة استخدامها سهلة جدا وبتديك احجام متسوية للعجينة اللي انت عاوزة تعمليها وفي نفس الوقت تقدر تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وهنا هنشوف مع بعض عندنا ادى مميزة جدا تقدر من خلالها تقشر مختلف انواع اللب او المكسرات زي عين الجمل او اللوز وزي ما انت شايفك كده طريقة استخدامها سهلة جدا بعد كده عندنا فرشة للتنظيف بيبقى فيها جزء مخصص تقدر ان انت تديفي فيه اي سائل تنظيف انت بتفضليه وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف انواع الهدوم او السجاد او الاحذية او اي حاجة طبعا محتاجة ان انت تنظفيها وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفى الشبكة وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى تقدر ان انت تستخدميها في تصفية مختلف الاكلات اللي بتقليها في الزيت زي البطاطس او الفراخ او المكرمشات بعد كده هنشوف عندنا الاداة او المضرب اليدوي تقدري من خلاله تخفقي البيض وتعملي مختلف انواع السصات وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا وعملي وهنا هنشوف مع بعض عندنا مقشرة السمك وهي بتيجي فيها جزء مخصص بحيث انها تحتفظ بكل الاشور اللي تلعت من السمك وهي بتساعدك طبعا ان المطبخ عندك يفضل نظيف من اي زفارة بعد كده هنشوف عندنا الطاعة تقدر ان انت تقطع بيها الخضار او الفكهة او اي حاجة انت عاوزيها على شكل شرائح متساوية بطريقة بسيطة جدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها ادامة مميزة جدا بتساعدك انك تمسك بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كزا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه يعني هي بيكون لها كزا طريقة في الاستخدام وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكزا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في تعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدروا تحصولي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة وتقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دايا تنكدها أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الاندلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الاندلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسبكم في رعاية الليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر